سونيا أخيراً أعلنت أول المعلومات الرسمية عن جهاز بلاي ستيشن 5 وأول معلومة مهمة هي أن الجهاز اسمه بلاي ستيشن 5 لا ما راح يغيرون الاسم بيستمرون على نفس الترقيم طبعي والمعلومة الثانية المهمة جداً جداً هو أن موعد ستار الجهاز بيكون في موسم أعياد سنة 2020 يعني شهر نوفمبر تقريباً أو ديسمبر أخر سنة جاية شهر 11 أو 12 من سنة 2020 الجاية لكن في معلومات جداً مهمة زيادة أعلنوا عنها يا فهد أول شيء عندك الريت ريسنج اللي هي طبعاً هذا الريت ريسنج يستخدمونه رحيم بأجزة كروت الشاشة في فيديوها الجديدة فكرتها بكل بساطة أن النور اللي نعكس على أي سطح زي قزازة يصير زي المراية زي المراية أسطح لأجسامة والإضاءة برضو تكون أحسن كثيراً هذه رح تكون من عتاد نفسه مش من السوفتوير بنوريكم بعض اللقطات نوريكم بعض اللقطات المقارنة اللي موجودة حالياً في جهزة البي سي عشان أنتوا تشوفون إيش فرق بين ري تريسنج وعدم وجود ري تريسنج بعض الألعاب الجديدة حتى الأمثلة بتكون طيب الحين عندك بعض تقنية اس اس دي عشان يكون طبعاً أقل وقت تحميل حق الألعاب وأيضاً يكون أقل وقت باللودنج وأيضاً يكون أقل وقت لم تتوستريمين حق العاب رح يكون وقت أقل من الحين هذا شبه ثاني بجلسة البي سي حالياً أنها غالباً أكثر الأشخاص اللي بنون بي سي يستخدمون جهاز اس اس دي عشان يحط عليه نظام مثلاً نظام ويندوز يحط عليه ليش عشان التحميل الجهاز يشتغل أسرع الألعاب تشتغل أسرع فالس اس دي داماً أسرع فشي حلو أننا نعرف أن البلاستيشن 5 يكون داخلوا اس اس دي أرهب شيء واجهت مستخدم جديدة كلياً خلاص تفشل وقديما صحيح المعلومة التالية اللي وصلتنا أيضاً وعلنتها سوني رسمياً تخص يد التحكم يد التحكم تحصل على عدة تعديلات على سبيكر بيصير أفضل اللي فيها أوكي البطارية بتصير أفضل في الجهاز هذا واحد من الأشياء اللي نعاني منها مع اليد الحالية البطارية تخلص بسرعة مقارنة بالأجهزة الثانية وشيء الثالث بعد المهم جداً هو أن اليد بتصير أثكل أتوقع هذا شيء علاقة لبطارية هي ما حسنة ثقيلة هي مرة خفيفة حتى لو صارت تثقل وشيء الثاني مهم وهذا تقع كثير من أسابيع تعجبهم أنه سيكون فيه USB-C أخيراً بدل USB-C منفذ USB-C هذا شيء مرموهم يعني موجود في السوتش يعني مفرض أن يكون موجود موجود موجودة جداً يا صراحة وطبعاً هناك تقنيات جديدة لأول مرة نشوفها باليد فهد اللي هي الهبتك فيتباك يعني الهزاز حق التالي ستغير صار اسمه هبتك فيتباك فكرة أنك لما تمشي على عشب تمشي على شارع تمشي على مسوئي بتحس بالهزازات وتمشي يعني حسب المكان لأنت فيه هذا صار بدل الهزاز واللي ما يعرف ذي التقنية هبتك فيتباك كانت أقصد موجودة حالياً من الأشياء الجديدة التي يضافها أبل في أجهزتهم من أجهزة اللابتوب الحين الفارة بدل ما تصر تنلمس تعطيك هبتك فيتباك اللي هو زي الاستجابة لللمس حقك تلمس كذا يعطيك زي الهزة كأنك تحس أنك تضغط زر أو لأيفون من الشاشة راسية الغزة زر الكاميرا تسمع يعطيك هبتك فيتباك فحطوها سوني تقنية هذه في يدهم الجديدة شي ثاني بعد تقنية جديدة حطوها في اليد فهد اللي هو الادابتوف تريجر طبعاً أزرار تريجر هي الأزرار الخلفية اللي موجودة وراء حالياً أو تضغط هذا لكي تشد السهم فتخيل أن فهد يصير أثقل كذا وانت تشد تعرفت تظهر حلوة صح؟ مرة جاهزة رهيبة ممكن تصير باليد هذه وبخاصية الادابتوف تريجر صب موية بعض لا 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 وهذه كانت أول معلومات رسمية عن جهاز بسيشن فايف إن شاء الله ستجل معلومات كثيرة في المستقبل وإن شاء الله سنعطيكم كل معلومات اللي نقدر نلقاها فاكتبوا حماسكم تحت بتعليقات ميمة تحمز بسيشن فايف أشياء تمنوني يكون فيها وكلنا متحمسين أكيد صعباتكم متحمس ولا تنسوا يا شباب اشتركوا بالقناة وعطونا رايكا على الفيديو مع السلامة مع السلامة